باغلبية ساحقة مر مشروع قانون منهضة التطبيع مع سلطة الاسد من مجلس النواب الامريكي بانتظار اقراره في مجلس الشيوخ قبل احالته لرئيس جو بايدن لتوقيع عليه رحلة سبق وانمر بها قانون الكبتاجون وقانون قيصر بانتظار ان ينضم اليها القانون الجديد الذي ينص على منع التطبيع مع سلطة الاسد واي حكومة يرأسها بشار وتوسيع العقوبات المتعلقة بحقوق الانسان اضافة لمطالب بتعديل قانون قيصر لتطال عقوباته كل جهة اجنبية تقدم دعما ماليا او ماديا او تقنيا لسلطة الاسد والبالغين من عائلة الاشخاص الذين يقدمون الخدمات المتعارضة مع قانون قيصر جهود كبيرة لدفع القانون قدما حتى يرى النور يبذلها التحالف الامريكي لاجل سوريا تقابل بضغوطات لتعطيله من جهات اخرى وفقا لمسئول السياسات في التحالف محمد علاء غانم بعض منها تبذله دول عربية حولت دفتها خلال الاشهر الماضية الى مسارات التطبيع مع سلطة الاسد عقوبات من هنا وقوانين من هناك تهدف لعرقلة محاولات تعويم الاسد واعادة تأهيله في وقت تسارعت فيه هذه الخطى حتى اوصلت بشار الاسد لحضور اخر قمة عربية في الرياض فهل تنجح هذه القوانين والجهود بابقاء سلطة الاسد منبوذة دوليا ام تواصل الدول المطبعة رحلتها دون الاكتراف بهذه القوانين التي سبق وانطالتها انتقاداتهم بعدم التطبيق